المتطوعين لا يدفع لهم المال، ليس لأنه لا قيمة لهم بل لأنهم لا يقدرون بثمن، تقول الكندية شيري أندرسون. لكن ما هي الفرص المتاحة لك لتصبح متطوع؟ وهل حقا يمكنك السفر وتطوع في الخارج مجانا؟ ماذا عن الإيجابيات التي تحصل عليها من العمل كمتطوع؟ وما هي أبرز المنظمات التي تستقبلك؟ كل هذا وأكثر سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو المميز فابقوا معنا. مرحبا بكم في قناة موندو واليوم سوف نتعرف سويًا على أبرز المنظمات التي تتيح الفرصة لك للتطوع المجاني والسفر للعيش في الخارج. في إحدى الأحصائيات حول التطوع، تم التوصل إلى أن أعداد المتطوعين من حول العالم خلال سنة واحدة فقط تجاوز 60 مليون شخص. طبعا هذا يشمل التطوع بكافة أشكاله. لذلك ما هي الأشكال التي يمكن أن يأخذها التطوع؟ يمكن للعمل كمتطوع أن يأخذ عدة أشكال أصدقائي. فمثلا يمكن تطوع من المنزل بالعمل مع أي منظمة أو فريق عبر الإنترنت في مجالات عدة كالترجمة أو كتابة المقالات أو البرمجة وغيرها الكثير. أو يمكن تطوع ضمن مدينتك أو دولتك بالعمل مع أي منظمة محلية أو عالمية واستلام مهام توكل لك للقيام بها. أو طبعا يمكن تطوع خارج بلدك بالالتحاق بأحد المنظمات العالمية أو المحلية وتقديم خدماتك لهم في أي مشروع يطرحونه. في هذا النوع من التطوع وفي الكثير من الحالات يتم تمويل رحلة السفر إلى الخارج. حيث يقدم للشخص التمويل الخاص بالسكن والمعيشة وفي بعض الحالات الخاصة يتم منحه راتب شهري بسيط لقاء خدماته. وقد يحصل على التكاليف الخاصة بالسفر أيضا. عمليا مهما كان نوع التطوع الذي ترغب بإجرائه عليك أن تعلم أنه سوف يكون تجربة مميزة جدا في حياتك. بدءا من تجربة العمل ضمن فريق أو التعرف على أصدقاء جدد، الخبرة التي سوف تكتسبها سواء في مجال عملك أو أي مجال عمل جديد. والأهم مما سبق الإضافة التي سوف تلحقها بالسيرة الذاتية الخاصة بك. وهذا طبعا سوف يفتح أمامك العديد من الأبواب سواء للتقديم على المنح الدراسي أو التقديم على منظمات عالمية أو شركات والعمل بأجر مدفوع. أو حتى الانطلاق بفكرة تنتلكها وتنميتها. مع العلم أنه وحسب آخر الأحصائيات فعندما يمتلك الشخص خبرة سابقة في التطوع تزداد فرصته في الحصول على عمل بنسبة 30%. أيضا عليك أن تعلم أن 67% من المتطوعين يجدون فرص التطوع عبر الإنترنت. وبالتالي سوف نمهد الطريق أمامك بمنحك أهم المنظمات العالمية والمحلية والتي تمكنك من التطوع بشكل مجاني والسفر للخارج. طبعا هنا نذكر التطوع بشكل مجاني لأنه يوجد العديد من المنظمات والتي تطلب منك دفع رسوم مالية للتطوع معها. وبالتالي نذكرها في هذا الفيديو. إذن سوف نتحدث في القسم الأول عن أهم المنظمات العالمية والتي عادة ما تكون شروطها أصعب بقليل من شروط المنظمات المحلية المتواجدة في دول معينة. هذه المنظمات المحلية سوف نتحدث عنها في القسم الثاني من هذا الفيديو. نبدأ إذن بالتطوع مع المنظمات العالمية الشهيرة. أولا لدينا منظمة iSEC. المنظمات هي أكبر منظمة في العالم معنية بتقديم فرص هائلة للشباب من حول العالم واعتقد أن الكثيرين سمعوا بها من قبل. وفي الحقيقة يوجد الكثير من الإيجابيات التي سوف تحصل عليها عندما تصبح عضو ناشط في هذه المنظمة. يوجد تمثيل لهذه المنظمة في حوالي 130 دولة من حول العالم مع أكثر من 30 ألف عضو منتسب. المنظمة تقدم العديد من البرامج والمشاريع والفرص في مجالات كثيرة جدا مثل التعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية وتحقيق السلام وغيرها الكثير الكثير. عمليا يمكن الاستفادة من هذه المنظمة بالحصول على فرصة للتطوع والعمل في دول مختلفة من حول العالم، وذلك اعتمادا على الفرص المتاحة على مدار السنة. فمثلا أمامك يوجد فرصة للعمل كمتدرب في مجال التسويق والمبيعات في سنغافورة لمدة 6 أشهر. هذا فقط مثال، وبالبحث في الموقع تجد فرص هائلة لكل الفئات. وبالتالي يمكن إيجاد فرص يتم فيها تقديم التمويل الخاص بالسفر والسكن والأكل والشرب، وفي بعض الحالات يحصل متطوع على راتب شهري عند التطوع لدى شركة معينة. كل ما عليك فعله هو الدخول للموقع وإنشاء الحساب الخاص بك، ووضع معلوماتك الشخصية والعلمية لكي تظهر لك قائمة طويلة بالفرص المتاحة. لكن الملاحظة أنه في معظم الحالات لتطوع لدى منظمة شهيرة كآيسيك يجب أن تتقن اللغة الإنكليزية، وهذا أمر جوهري يجب أخذه بعين الاعتبار. من أشهر برامج المنظمة برأيي هو برنامج Global Volunteer من الاسم نستنتج أنه مخصص لإرسال طلاب للخارج. ففي السن الفائتي فقط تم منح الفرصة لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة للسفر وتطوع في الخارج عبر هذا البرنامج. وطبعاً للتقديم للسفر عبر هذه المنظمة، يتم انحكى مستند رسمي يساعدك كثيراً في إجراءات الفيزا إلى البلد المتجه إليه. ثانياً لدينا منظمة الأو بير لتطوع والعمل في الخارج. منذ إنشاء هذا الموقع في عام 1999 تم استخدامه من قبل أكثر من ثلاثة ملايين شخص من مختلف دول العالم، وسنوياً أكثر من ثمانون ألف شخص يحصل على فرصته للسفر وعيش هذه التجربة في الخارج. هذا الموقع الشهير يتيح لك الفرصة للسفر والعمل مع عائلات في دول مختلفة من حول العالم. طبعاً هنا يقصد مساعدتهم في حياتهم اليومية مثل الاعتناء بأطفالهم أو مساعدتهم في عمال المنزل أو العمال الخارجية. على العموم، مبدأ عمل هذا البرنامج يعتمد على الاستفادة التي تحقيقها العائلة من المتطوع، وبالمقابل يحصل أمتطوع على السكن والمعيشة مع العائلة لفترة محددة من الزمن، وفي بعض الحالات يحصل أمتطوع على راتب شهري. بالإضافة لأنه في بعض البلدان يتوجب على العائلة دفع الرسوم الخاصة بكورسات اللغة والتي يتوجب على المتطوع لالتحاق بها لتطوير مهاراته اللغوية. طبعاً هذا لا يعني أنه يتوقع من المتطوع أن يمتلك خبرة في تعليم الأطفال أو الاعتناء بهم أو أي عمل يمكن أن يوكل إليه. وأنما كل ما في الأمر أنه يتوجب عليك إنشاء الحصاب الخاص بك على الموقع ومن ثم رفع معلوماتك الشخصية بشكل كامل. ومن ثم يمكن للعائلات المهتمة أن تتواصل معك لعرض العمل عليك. وفي نفس الوقت يمكنك أن تلبحث في الموقع ووضع إشارة إعجاب بجانب حساب العائلات التي ترغب بالعمل معهم. أي عملياً تعطيهم فكرة عن أنك مهتم بالعمل لديهم وعندها قد يقومون بالتواصل معك. عادة ما تكون عدد ساعات العمل بين 30 إلى 40 ساعة أسبوعية أو حتى أقل اعتماداً على كل عائلة. مع العلم أنه يتوقع من المتقدم أن يكون لديه مستوى كافي من اللغة الإنكليزية للتواصل بسهولة. أخيراً هذا البرنامج التطوعي متاح في دول كثيرة من حول العالم مثل إستراليا والنمسا والكندا وبلجيكا وفرنسا وغيرها الكثير. أما المنظمة الثالثة فهي منظمة Workaway للتطوع والعمل في الخارج. برنامج آخر مميز جدًا سنويًا يتيح الفرصة لكثير من الأشخاص للسفر والتطوع في الخارج. مبدأ عمل هذا البرنامج هو على الشكل التالي. يتيح لبرنامج فرصة مميزة لعرضك على عائلات أو شركات أو منظمات خيرية مستضيفة من أنحاء العالم وذلك لمساعدتهم في أعمال مختلفة يقومون بها مثل العمل في مزارع أو مشاريع قيد الإنشاء أو حتى في المنازل. هذا البرنامج يشبه مبدأ عمل برنامج السابق حيث يحصل أن تطوع على فرصة للسكن والمعيشة بشكل مجاني مع العائلة المستضيفة. وفي المقابل يقدم خدماته لهم خلال ساعات عمل معينة غالبًا ما تكون خمس ساعات يومية. مدّة العمل الإقامي في الخارج تختلف حسب المشروع المطروح فقد يكون لأسابيع أو أشهر وفي حالات معينة قد يتجاوز السنة كاملة. طبعًا ذلك يعتمد على المدّة التي ترغب بقضائها في الخارج وشروط البرنامج الذي تجده مناسب لك. لكن يوجد ميزات أخرى متاحة لك فمثلًا يمكنك اختيار العمل مع منظمة أو شركة أو عائلة. أيضًا يمكنك تحديد المكان المناسب لك من مختلف الدول من حول العالم حيث أن البرنامج يشمل 130 دولة مختلفة. لاحقًا يمكنك اختيار مجال عمل تفهم به أو حتى إن كنت لا تمتلك أي خبرة يمكنك اختيار مجال عمل ترغب بتعلمه. أخيرًا كل ما عليك فعله هو إنشاء الحساب الخاص بك على الموقع ومن ثم البدء بالتصفح والبحث عن الفرص المناسب لك. لكن في الحقيقة هذا البرنامج الوحيد في هذا الفيديو والذي يطلب رسوم تسجيل تبلغ حوالي 29 دولار أمريكي للتقديم على الفرص المتاحة. ولكن قمنا بوضعه ضمن هذه القائمة لأنه يقدم العديد من الميزات وعمليًا تعتبر الرسوم الخاصة بالتقديم زهيدة مقارنة مع بعض منظمات التطوع الأخرى والتي قد تصل رسوم التسجيل فيها حتى 500 دولار أمريكي. دعونا الآن ننتقل للتحدث عن أبرز برامج التطوع والسفر المجانية إلى دول معينة من حول العالم. ما يميز البرامج التالية أن التقديم عليها سهل جدًا ولا تتطلب منك أي شروط صعبة. وفي الحقيقة أعتقد أننا أول قناة على اليوتيوب تتحدث عن هذه المنظمات التطوعية فتابعوا معنا. بداية لدينا برنامج التطوع مع منظمة الكازا دي كامينو البرازيلية. هذه المؤسسة البرازيلية هي منظمة غير ربحية تم تأسيسها منذ عام 1982 وتهدف إلى تقديم المساعدات الاجتماعية بشكل عام. هذا برنامج له العديد من الميزات أهمها أن عملية التقديم والتسجيل مجانية بالكامل. لاحقًا إن حصلت على فرصتك للتطوع عندها تحصل على التمويل الخاص بالسكن والأكل والشرب مع جولة تعريفية في المنطقة. مكان العمل سوف يكون بالقرب من مدينة ريو دي جينيرو البرازيلية ومن إيجابيات تطوع أنك سوف تعمل ضمن فريق متكامل من السكان المحليين وأشخاص متطوعين مثلك من جميع أنحاء العالم. أما بالنسبة لنوع العمل فيوجد العديد من الخيارات لاختيار الأنسب لك. وبالمجمل العمل يكون في مجال مساعدة الأطفال في المدارس أو المساعدة في عمل البناء أو توزيع المعونات الخاصة بالجمعية على السكان المحتاجين أو العمل كسائق وغيرها الكثير من الفرص المتاحة. لكن من هم الأشخاص المؤهلين للتقديم؟ في الحقيقة لا يوجد أي شروط صعبة للحصول على فرصتك حيث نجد أن المتقدم يجب أن يحقق ما يليه. أولاً أن يكون بعمر 21 سنة وما فوق. ثانياً أن يكون مستعد للعمل لدى منظمة لمدة 6 أشهر على الأقل وطبعاً يتم تفضيل الأشخاص الذين يمكنهم الالتحاق لمدة سنة كاملة. لاحقاً لا يوجد أي شرط على المستوى التعليمي الخاص بالمتقدم ويتم الترحيب بالأشخاص من جميع الفئات. لكن يتوجب عليك إرسال السيرة الذاتية الخاصة بك وصورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر وصورة عن أي شهادة علمية أو خبرة تمتلكها. أما بالنسبة لشرط اللغة ففقط مطلوب منك أن تكون قادر على التواصل إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية. وإن كنت لا تمتلك خبرة في أي من اللغتين يكفي أن تمتلك المستوى المبتدئ من اللغة البرتغالية. أما عملية التقديم فتقوم بشكل مباشر عبر موقع المنظمة وبعد قبولك تقوم المنظمة بإرسال دعوة العمل إليك لكي تقوم بتقديمها للسفارة البرازيلية والحصول على الفيزا. ثانياً لدينا برنامج تطوع مع مؤسسة المساعدات أولانشو أو أولانشو ايد فاونديشن هذه منظمة غير الربحية تهدف إلى تقديم المساعدات بكافة أشكالها إلى السكان في منطقة الهندوراس. يعتبر من البرامج التطوعي المميزة أيضاً لأن المتطوع يحصل على فرصة مميزة للعمل مع فريق من المتطوعين من حول العالم. يقدم له السكن المجاني طيلة فترة التطوع وأيضاً راتب شهري للمعيشة يقدر بحوالي 300 دولار وأخيراً يمنح التأمين الصحي. أما بالنسبة لمكان العمل فسوف يكون في مدينة أولانشو في الهندوراس في مجالات مختلفة منها تأمين المياه النقيل للسكان أو المساعدة في تقديم الاحتياجات والمعونات أو تعليم الأطفال أو أعمال البناء أو تقديم الرعاية الصحية بكافة أشكالها والعديد من الخيارات الأخرى. لكن من هم الأشخاص المؤهلين للتقديم؟ حقيقةً لا يوجد أبداً أي شروط تعجيزية للتقديم حيث يطلب من المتقدم ما يلي. أن يكون قد أنهى المرحلة الثانوية منذ سنتين على الأقل وأن يكون خلال هذين السنتين قد قام بالدراسة أو العمل في أي مجال. أيضاً يطلب أن يكون قادر على التواصل باللغة الإنكليزية أو يعلم المستوى المبتدئ من اللغة الإسبانية. أما إن رغب المتقدم بالحصول على راتب شهري يجب أن تكون مدة تطوعه مع المنظمة هي أربعة أشهر على الأقل. أخيراً يطلب تقديم السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم وصورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر. أما بالنسبة للتقديم على الفيزا فأعتقد أن العديد من الدول العربية يمكنهم الحصول على فيزا سياحية بعد الوصول إلى البلاد، ولكن يفضل البحث عن معلومات السفر من بلدك إلى الهندورس. لدينا ثالثاً التطوع عبر مركز بان ناي سوي للتعلم المجتمعي. يقع هذا المركز في تايلاند ويستهدف في شكل خاص أي شخص من حول العالم يرغب بالعمل ضمن فريق في تعليم الأطفال والشباب في منطقة ماي هونغسون التايلاندية. من ميزات هذه المؤسسة غير الربحية أن عملية التقديم عليها مجانية بالكامل، وأنها تمنحك السكن وثلاثة وجبات يومية طيلة فترة التطوع معها. عمله الرئيسي هو التركيز على مجال التعليم بكافة أنواعه، مع العلم أنه لا يطلب من المتقدم أن يكون لديه خلفي سابقة في مجال التعليم، وعملياً يمكن لأي شخص في العالم التقديم على هذه المنظمة. أما بالنسبة للشروط فغير صعبة أبداً، ويطلب من المتقدم أن يكون لديه المستوى الكافي من اللغة الإنكليزية وأن يتطوع لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، ويمكن أن يكمل العمل حتى ستة أشهر وهذا كل ما في الأمر. أخيراً بالنسبة للفيزا فإن كنت بحاجتها للتقديم إلى تايلاند، يقوم المركز بإرسال رسالة دعوة إليك للقدوم. المنظمة اللاحقة هي منظمة Peace & Happiness Foundation، جمعية أخرى تقع في تايلاند لكن موقع التطوع في جزء الشمالي من البلاد، ولديك خيارين إما في مدينة شانجراي أو مدينة نان. مجال التطوع في هذه المنظمة أيضاً في مجال التعليم ولكن فقط للأطفال، حيث يمكن التعليم في عدة مجالات مختلفة مثل العلوم أو الرياضيات أو اللغة الإنكليزية أو التثقيف الصحي. أما بالنسبة للميزات فأيضاً عملية التقديم على برنامج مجانية بالكامل، ويحصل المتطوع على السكن والأكل والشرب بشكل مجاني طيلة فترة التطوع. عدد ساعات العمل هي تقريباً 4 ساعات يومية، ويطلب العمل لمدة شهرين على الأقل مع العلم أن هذه المنظمة تطلب مستوى جيد في اللغة الإنكليزية للتقديم، وتطلب أيضاً مجموعة من المستندات منها جواز السفر تقرير طبي مستند غير محكوم عليه، وأيضاً تطلب رسالة توصية. لاحقاً لدينا منظمة فيتناميز كوميونيتي فولنتيرينك، منظمة أخرى غير ربحية تعتبر من المنظمات الشهيرة لأنها تستقبل مئات المتطوعين سنوياً. تقع في مدينة هانوي في فيتنام، وعمالها بشكل عام تتمحور حول التعليم بكافة أشكاله المشاركة في العديد من الأنشطة الاجتماعية مع المتطوعين الآخرين والسكان المحليين. هذه المنظمة أيضاً تتيح لك الفرصة للتقديم بشكل مجاني وتحصل على السكن وثلاثة وجبات يومية خلال فترة التطوع، مع العلم أن المد المطلوبة للتطوع هي شهرين كحد أدنى. أما بالنسبة للمؤاهلات، فيطلب من المتقدم القدرة على التواصل باللغة الإنكليزية ويفضل أن يمتلك خبرة ولو بسيطة في مجال التعليم والمساعدات الاجتماعية. وآخيراً عليك أن تعلم أن أفضل استثمار لوقتك لا يتم عبر التطوع وحسب، وإنما يمكن أن يكون عبر اشتراكك بقناة وتفعيل الجرس لكي تصلك الفرص القادمة. في النهاية، إن كنت تعتقد أن هذا الفيديو مفيد ويستحق المشاهدة، لا تنسى الإعجاب به ونشره بمشاركته مع أصدقائك.